أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن هناك إرادة سياسية مجتركة تجمع بين مصر والكاميرون للدفع بالعلاقات الثنائية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني لوجون بيلن بلا وضح عبد العاطي أن مصر حريصة على دعم مشروعات التنمية بما في ذلك إقامة السدود في دول الحوض الجنوبية موضحا أن الحكومة وافقت على مضاعفة التمويل المتاح للوكالة المصرية للشاركة من أجل التنمية وهي المنوطة بالتعاون مع الدول الأفريقية تحدثنا أيضا عن التعاون المشترك في مجالات التنمية كما ذكرت بما في ذلك في مجال بناء السدود في الكاميرون في ضوء التجربة المصرية العظيمة في تنزانيا وبناء سد جوليوس نيريري بخبرات مصرية كاملة وبتمويل مصري كامل بناء السدود في الكاميرون له أولوية كبيرة لمعالجة قضية الطاقة وتوفير الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في الكاميرون الشقيقة